أمس كان هناك كلمة مهمة نقف عندها ببعض من التحليل والقراءة لما يجري في العالم هذه الكلمة كانت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الروسي في كلماته التي استغرقت حوالي 73 دقيقة كان يتحدث فيها إلى الداخل الروسي يتحدث فيها إلى المواطن الأوروبي يتحدث فيها إلى المواطن الأمريكي يتحدث فيها إلى زعماء الغرب 73 دقيقة كلم فيها وقال أنه باختصار شديد روسيا حققت ما تريد وهناك خطة موضوعة سلفا ونحن نسير على هذه الخطة وحققنا ما نريد كلم الرئيس الروسي وقال أن عصر القطبية الأحادية أن في دولة تسيطر على العالم بمفردها قد ولت انتهت أمريكا لم تعد هي الدولة المهيمنة المسيطرة بمفردها على العالم بيعلن بوتين في المؤتمر السنوي في سان بيترسبورج أنه مؤتمر اقتصادي ضخم جدا وهذا المؤتمر انعقد في هذا العام ومصر دولة الضيف أو ضيف الشرف في هذا العام واتكلم أيضا وقال أنه أمريكا بتضحك على العالم أمريكا بتنصب على العالم أمريكا بتقوم بطباعة أوراق البنكنوت الدولار الأوراق الخضراء وتشتري غزاء العالم اتهم الرئيس الروسي أمريكا بأنها تسرق إنتاج العالم عن طريق طباعة أوراق البنكنوت في المطابع الأمريكية والرئيس الروسي بيقول أنه هذه الأزمة الحالية فضحت التوجهات الأمريكية في عدم الأمان المالي للمدعين داخل أمريكا والغرب وقال أنه الغرب وأمريكا لما فرضوا عقوبات اقتصادية على روسيا كانوا بمثابة من يطلق الرصاص على قدمين قال لهم أنتوا دربتوا رجلكوا بالنار أنتوا اللي اتكابلتوا روسيا حققت فائض في الموازنة وفائض في مغزون العملات الصعبة يصل إلى أكتر من 2 تريليون روبل روسي بيقول كمان أن أوروبا في هذا التوقيت فقدت سيادتها على أراضيها والديمقراطية الأوروبية ديمقراطية وصفها بأنها سيرك وقال كمان أن خسائر أوروبا وصلت إلى 400 مليار دولار وستصل إلى أضعاف هذا الرقم إذا استمرت العقوبات الغربية على روسيا بيقول أن أمريكا بتظن أنها مبعوث العناية الإلهية وبتتكلم بإسم ربنا في الأرض وهي ما عندهاش توكيل بيقول كمان أنه في حرب اسمها حرب الأسمدة أمريكا بتفرض عقوبات هي والغرب على الأسمدة الروسية ومن ثم الناس المزارعين مش هيقدروا يزرعوا المواد الغذائية ومن ثم سينتشر الجوع في العالم بسبب الإجراءات الأمريكية وليس بسبب الحرب الروسية زي ما قال الرئيس بوتين بيقول كمان وبيتنبأ والنقطة اللي جاة دي خطيرة للغاية يتنبأ الرئيس الروسي بلاديمير بوتين أن السلطة وأنظمة الحكم الأوروبية ستتغير خلال الفترة القادمة ليه؟ لأن هناك مشاكل في العدلة الاجتماعية وهناك انقسام اجتماعي بين وواضح نتيجة الأخطاء الاقتصادية جراء سير أوروبا خلف أمريكا دون تفكير وفقدان القادة الأوروبيين لشرعيتهم لأنهم سلموا أوروبا لأمريكا تسليم مفتاح بيقول كمان في تصاعد للراديكالية في أوروبا والشعبوية بتتصاعد وبتحل محل الأنظمة الديمقراطية الهشة وقال هناك اتجاه في أوروبا لتغيير النخب الحاكمة قال عشان احنا نواصل انتصاراتنا الداخلية لابد من التوصل إلى ما أسماه بوتين الاستقلال التكنولوجي وأنا الحقيقة عجبني التعبير بشكل كبير جدا تعبير بينم عن رؤية للدولة الروسية وبيانم عن فهم المشكلة المشكلة أن هناك تأخر تكنولوجي لدى الكثير من الدول في مقارنتها بأمريكا وأوروبا بيقول لابد من تحقيق الاستقلال التكنولوجي أنا كان زمان الاستقلال الوطني وزمان كان فيه الاستقلال الاقتصادي وزمان الاستقلال الثقافي النهاردة بيضيف بوتين مصطلح بيصك مصطلح جديد أنا باستعيره وبقول للمصريين متى أيضا نحن نصل إلى الاستقلال التكنولوجي الاستقلال التكنولوجي ده بيعكس أن هناك احتلال تكنولوجي بيعكس أن هناك غزو تكنولوجي بيعكس أن هناك مصيبة تكنولوجية بتحتاج إلى تضافر الجهود ووضع خطة لتحقيق الاستقلال التكنولوجي ده كان من أهم النقاط اللي قالها بوتين أمس فيه خطابه أمام مؤتمر سان بوترسبورج أيضا قال كلام مهم جدا استبدال السلع الأجنبية يعني أن نسبق التكنولوجيا لأن نلاحق دايما نتكلم إحنا مثلا في ماصر ونقول إحنا عايزين نلاحق التكنولوجيا نلحق بأصري التكنولوجيا بوتين بيقول حاجة تاني بيقول إحنا مش عايزين نلحق التكنولوجيا إحنا عايزين نسبق التكنولوجيا يبقى الكلام اللي قاله بوتين وكأنه إعلان انتصار وكأنه إعلان تحقيق نتائج الحرب بيطلق طلقات نارية على أوروبا وقالة اوروبا بيطلق طلقات نارية على امريكا وقارة امريكا بيحذر العالم من هشاشة النظام الديموقراطي الغربي بيقول ان في مجاعة في الطريق بيقول ان اوروبا وكمان اطلق النار على اقدامه بيقول انه امريكا بتسرق غزاء العالم عن طريق طباعة البنكروت بيقول انه روسيا حققت ما تريد وانه انا لنا ان نستقل التكنولوجيا دي اهم العبارات والتصرحات اللي قالها بوتن خلال كلمته التي القاها في مؤتمر سان بوترسبورغ ايضا واحنا بنتكلم على هذا الموضوع